للخبر بقي أهلا بكم تدعيات الغزو الروسي لأوكرانيا تواصل اتساعها وباتت تهدد الأمن الغذائي على مستوى العالم فالحرب التي تقترب من إتمام شهرها الثالث أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطهي والأسمدة إذ يمثل إنتاج روسيا وأوكرانيا معا ما يقرب من ثلث إمدادات القمح العالمية هذا في حين تعد أوكرانيا دولة رئيسة لتصدير الذرة والشعير وزيت دوار الشمس وزيت بذور اللفت بينما تصدر روسيا وبيلاروسيا أكثر من 40% من مجموعة الصادرات العالمية من البوتاس الذي يستخدم سمادا الأرقام هذه انعكست في نقاش محتدم في مجلس الأمن الدولي اتهم خلاله وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين موسكو باحتجاز إمدادات الغذاء قرار تحويل الغذاء إلى سلاح كان قرار موسكو وقرارها وحدها الاتهام الأمريكي قابله رفض روسيا القاطع لتحميلها المسؤولية عن أزمة الغذاء العالمية معنى فيها احتجاز مخزونات القمح الأوكراني في الموانئ معطوفا على إشارتها إلى أثر العقوبات الاقتصادية الغربية على قدراتها على توريد الغذاء والطاقة وبين الأخذ والرد وتبادل الاتهامات يسعى الأمين العام للأمم المتحدة إلى التوسط فيما يعده صفقة شاملة تسمح لأوكرانيا باستئناف صادراتها الغذائية عبر البحر الأسود بالتوازم مع زيادة صادرات الأغذية والأسمد الروسية في الأسواق العالمية فمن يقف بالفعل خلف هذه الأزمة المتصاعدة التي تهدد قوت مئات الملايين عبر العالم وهل يمكن لمبادرة جوتيريش أن ترى النور قريبا في وقت تسابق فيه الاقتصادات العالمية الزمن لاستعاب ارتدادات الحرب في وقت أيضا لم تتعافى فيه هذه الاقتصادات بعد من آثار جائحة كورونا والتغير المناخي لمزيد من التفاصيل وإثراء الحوار ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الدكتور فاضل الزعبي الخبير في الأمن الغذائي وسفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا ومن واشنطن أستاذ الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الوطنية الأمريكية للدفاع ديفيد ديروش ومن موسكو الباحث السياسي أندري أنتيكوف أبدأ مع أندري أندري الاتهامات توجه إلى روسيا بأنها السبب وهي التي تستخدم ما يسمى بسلاح الغذاء أو هي التي عسكرت الغذاء روسيا ترفض هذه الاتهامات لكن إذا نظرنا إلى أن نسبة كبيرة من الانتاج العالمي سواء من الحبوب أو من الزيوت أو من الأسمدة هي بضرورة لروسيا يدفيها ولهذه الحرب في أوكرانيا التي تسببت في إغلاق الموانئ وصعوبة التنقل فإن روسيا لها يد في هذا الأمر أولا أن روسيا لا تزال تصدر الحبوب والأسمدة وبالمناسبة فردت الأقباط على روسيا بما في ذلك على حزية القطاعات الزراعية القطاعات الغذائية بشكل عام فلذلك عندما أنا أسمع بأن روسيا تستعمل المواد الزراعية كسلاح فهذا الشيء مفاجئ بسبب أن ليست روسيا التي تمنع تصدير مثل هذه المواد لبعض الدول بالنسبة لأوكرانيا هناك نقطتين النقطة الأولى نعم هناك صعب أن يتم تصدير الحبوب عبر البحر الأسود من أوكرانيا ولكن ليس بسبب روسيا روسيا قد أشارت مرارا وتكرارا بأن الجانب الأوكراني قد وضع الألغام البحرية قرب الشواط الأوكرانية وهذا ليست فقط البروباغاندا الروسية نحن نعلم أن قبل بعض الأصابية تلك الألغام البحرية قد وصلت للشواطة التركية وسلطات التركية كانت مضطرة لإغلاق بشكل مؤقت مضيق بوصفور لتفجير تلك الألغام وثم لإستناف الملاحة في تلك المنطقة فلذلك عندما نحن نتحدث عن تصدير الحبوب من أوكرانيا فهذا الأمر يتعلق بالأسباب الأمنية قبل كل شيء ولكن اسمح لي أيضا تصدير الحبوب مستمر إذا تحدثنا عن هذه الظروف أندري لن نستطيع أن ننسى أن روسيا هي التي بادرت بالهجوم على أوكرانيا ثم أيضا دعني أنقل لك التصريح بلينكين الذي ذكر فيه أن ميدفدف هو من قال أن المنتجات الغذائية هي سلاح روسيا السري أيضا بلينكين يقوم بمبالغة روسيا أولا كما ذكرت في أسابق ليس روسيا التي تمنع تصدير الحبوب والأصمد من أراضيها بل هي الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها التي تفرض على قباط على قطاعات المختلفة بما في ذلك القطاعات الزراعية وقطاعات البنكية لأرقلة التجارة بين روسيا ودول الأخرى هذا شيء ثاني بالنسبة لأوكرانيا كذلك هناك نوى من صورة غير الواضحة بخصوص أوكرانيا بسبب أن يقال من قبل الدول الغربية بأن تصدير الحبوب من أوكرانيا قد توقف ولكن هذا غير صحيح ما نشاهده في أوكرانيا هو أن يتم تصدير الحبوب إلى دول الأوروبية عن طريق بري طريق سكك الحديدية وبالكميات ضخمة مقابل الأسلحة التي تصل إلى الجانب الأوكراني فلذلك أنا أعتقد أن من يستغل هذه الأوضاع الحالية هي دول الغربية التي تقوم بإخلاء الأراضي الأوكرانية من الحبوب من المواد الزراعية وفي نهاية الموطف هذا سينعكس روسيا أيضا متهمة بأساته على المعدات وأيضا على المنتجات الزراعية وأوكرانيا تستطيع دائما أن تقول أنا في حالة دفاع النفس اسمح لي أندري أريد أن ننقل الكلمة إلى ديفيد ديروش من واشنطن ديفيد يعني بالنهاية يرد المسؤول الروسي أو ممثل روسيا في مجلس الأمن بأن الغرب لم يدرس عقوباته على روسيا منذ البداية وأنه كان يعلم أن قطاع الغذاء لروسيا دور كبير فيه ومع ذلك كبل الاقتصاد الروسي وصعب على روسيا مهمة أن تتعامل بأريحية مع العالم في أي منتج تبيعه فضلا طبعا عن الرد بأن أوكرانيا هي من تحتجز السفن المحملة بالمواد الغذائية في موانئها وهي التي تلاغم المياه وأشار أندري إلى ذلك لا بد أن نكون صعبين جدا على أصدقائنا الروس أنا أعيش في دورة حرة ومعظم ما أقوله أن الدولة الروسية كاذبة فيما تقوله العامل الأول هو أن روسيا هي التي بدأت الحرب في أوكرانيا وهذا معناه أن الكثير من المنتجات الأوكرانية التي هي 30% من منتجات مصر يذهب إليها أيضا هذا قد احتجز كثير من أيضا الجهيزة قد سرقتها روسيا وقد سرقت الكثير من العربات ولم تستطيع استعمالها وقد غزيت أرضهم وقد تعرضت للغاز والضرب بالمدفعية أيضا الأمر الآخر أن روسيا هي المسؤولة عن الحصار المفروض على موانع البحر الأسود الذي يسمحه بتصدير القمحة الأوكراني الأمر يتعلق بأن إعلان روسيا الحرب والحصار جعل ذلك من المستحيل على السفن التجارية أن تصل إلى موانع أودسا حتى لو كان الألغام الأوكرانية قد تسربت في البحر فإن المسؤولية تقع على روسيا في بدء الحرب وأيضا أن التصدير الروسي طيب ولكن اسمح لي أيضا لابد أن أفكر من منهجة نظر روسية ديفيد لو سمحت لي روسيا بالنهاية تقول أنت تمنعني من كل أسلحتي فبإمكاني أيضا أن أحتفظ بمنتجاتي أو أن أمنع السير العادي للأمور حتى تعود لحقوقي في الأسواق الدولية أليس هذا منطقا يمكن التعامل معه أعتقد أن ما تريد أن تفعله روسيا هناك طريقة يمكن الدفع لروسيا على صادراتها الزراعية ولا تصل لنظام بوتين ولكن روسيا تزيد الضغط على العالم كله وتجعل عملية الدفع صعبة جدا حتى لا تذهب العائدات إلى الغفاء والدواء ولكن تذهب إلى أصدقاء بوتين ويشترون بها يخوت إنها حكومة فاسدة وارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا وهم يحاولون تحويل الضغط من على الدول مثل مصر واليمن هل يبرر ذلك أسماح بتعقيد وضع تجارة الحبوب والزيوت في العالم إلى درجة أن يتأثر اليوم حديثة عن خمسين مليون شخص تقريبا يمكن أن يعانوا من المجاعة في فترة قريبة لن يجعل الأمر صعبا إذا أرادوا الصادرات أولا إن الحرب الروسية جعلت الأمر مستحيلا على أوكرانيا وأكرانيا هي مصدر كبير فجعلت من الصعب عليهم التصدير ثانيا روسيا رمكانهم تصدير الأسمدة والزيوت والقمح إذا أرادوا ولكن لا يجب أن تكون الدفع والأثمان تذهب إلى بوتين وأصدقائه الأوليغرشية لابد أن تذهب إلى المصادر الصحيحة إذن فإن روسيا هي التي تسبب المجاعة العالمية حتى ترفع العقوبات عليها لو كان الحوار فقط بين ديفيد وأندري فإننا سنظل ندور في الدائرة المفرغة روسيا مسؤولة والولايات المتحدة والغرب مسؤول لذلك سأنقل كلمة إلى دكتور فاضل الزعبي خبير الأمن الغذائي دكتور الزعبي أفتنى هل الآن المشكلة بالفعل يمكن أن تؤدي إلى مجاعة عشرات الملايين ويمكن حتى من موتهم لا سمح الله أم أن الأمر مازال قابلا للتدارك وأن هناك إمكانية لأن يحيد الغذاء ولا يستخدم كسلاح ولا يعسكر كما يقال هذا هو الكلام يجب أن يبعد الغذاء عن استخدامه كسلاح سياسي أو عسكري الغذاء هو حق هذا حق الطعام لكل إنسان مكفول بموجب القوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان المنشورة من الأربعينات لذلك يجب أن يكون في منأة عن هذه النزاعات وأنت شاهد أخواننا ضيوفنا الكرام كل لديه وجهة نظر يبرر بها موقفه وبالتالي الطرفين يبرر موقفه لكن من يدفع الثمن؟ يدفع الثمن الفقراء يدفع الثمن ملايين الجوعة يدفع الثمن في القرن الأفريقي 20 مليون ملاجئ يدفع الثمن في غرب أفريقيا فقدوا من إنتاجهم 25 مليون طن يدفع الثمن في اليمن وفي أفغانستان هذه الدول التي رح يزيد نسبة الجوع فيها إلى 40 و50 مليون ورح يزيد نسبة ليس فقط من هم دخلوا في مرحلة الجوع أيضا انعدام الأمن الغذائي الشديد يعني هذا أيضا خطير ويصبح على شفير الوقوع في الجوع نعم الوضع جدا سيء خاصة إذا ما علمنا أن هذا سبب أضيف إلى التصدعات والصدمات التي يتعرض لها الغذاء وخاصة نحن الآن التغيير المناخي يضرب ويضرب بقوة نحن الآن نتحدث عن ارتفاع الأسعار العالمي في المدخلات في الغاز في السماد في النص نتحدث عن الركود الاقتصادي الذي سوف يضر بالاستثمار في قطاع الزراعة وخاصة في الدول ذات الدخل المحدود والتي بفعل ارتفاع الأسعار سترتفع فاتورة الغذاء لديها في دول التفع إلى ثلاث واربع أضع دكتور فاضي يعني ممكن أن تأكل أوكرانيا وأن تأكل روسيا وأن يأكل جزء كبير من العالم الغربي وأن يجدوا أيضا الطاقة لكن من سيتضررهم الأكثر فقرا والأكثر استيرادا في العادة هذه النقطة بالذات هو هذا ما نتحدث عنه يتضرر فقط الدول ذات الدخل المتدني يتضرر الفقراء اللي هم حاليا في مرحلة انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد بفعل العوامل الأخرى فالآن هذا رح يدفعهم إلى حافة الجوع وهذا مسؤولية مضاعفة على المجتمع الدولي على منظمات الأمم المتحدة على العاملين على الدول المانحة طيب هل يحمل قانون الدولي الغذاء هل هناك قانون يمنع قانون إنساني أو قانون دولي يمنع عسكرة الغذاء لا في الإعلان العامل من حقوق الإنسان التوقع المادل 11 منه تنصب وضوح على حق الإنسان في الطعام مثل ما إله حق في الأمور الأخرى وأيضا أن العقد الاجتماعي والاقتصادي اللي وقعت عليه كل الدول من الست وستين بقوا يتوقعوا علينا الست وسبعين لما دخل حيث التنفيذ وهذا ينص صراحة على حق الطعام هذا حق لا يمكن على الإطلاق أن تحرم الفقراء منه إذا كانت الحرب دكتور فاضل تمنع حق الإنسان في الحياة فكيف يمكننا أن نتحدث عنه أدنى لا يضمن أن يبقى على قيد الحياة فمن بالك أن يضمن غذائه أو أمنه حقوق الإنسان تم نعقد الإنسان في الحرب الإنسان اللي ما إله علاقة بالحرب مش العسكري المدنيين المدنيين العزل اللي ما إلهم علاقة أبدا في الصراع والنزاع المسهولة هل أمم المتحدة يمكنها أن تفعل ذلك؟ الأمم المتحدة أن تتحدث عن منظمة من يديرها؟ يديرها مجلس أمن من هو مجلس الأمن؟ من هي القوى الفاعلة في مجلس الأمن؟ الخمسة أصحاب البيت خلاص يعني شو تطلب الأمم المتحدة إذا أي قرار بدك تتخذه فورا يجابها بالنقض كل اللي بدون كل الأمم المتحدة الصفة الاستشارية التوجيهية الصفة الفنية التوصيات لكن لا تملك آداء تنفيذية على أرض الواقع وهنا بدنا نرجع لنقطة أساسية أن هذه الدول يعني جميعها سواء غربا أو شرقا هي مسؤولة في هذه الجريمة عن تجويع ملايين الأفراد في الدول ذات الدخل المنخفض في آسيا وإفريقيا والآن وصلت إلى أمريكا اللاتينية وشمال أمريكا اللاتينية سأعود معك إلى ربما المصادر المديلة إذا كان هناك طبعا ولكن سمح لي أن أعود إلى أندريا أنتيكوف أندريا بلينكين يقول أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى ولعلى ديف دي اتفق في ذلك يعني لا تمنع روسيا من تصدير المواد الغذائية لأنها تستثني بالفعل صادرات الغذاء والأسمدة والبدور وإن هناك عملا من الدول التي فرضت العقوبات على روسيا على أن تبقى هذه المجالات بالذات على الأقل خارج مجال العقوبات ولا تمنع العقوبات تدفق تلك المواد ألا يمكن أن يكون هناك استثناء قناة خاصة بالغذاء وبالأسمدة حتى مع الحرب أم أن روسيا تفضل أن يبقى الغذاء والأسمدة جزءا من هذه الحرب أنا بصراحة لا أتصور ما الذي تقصده عندما تحدثون عن القنوات الخاصة بصراحة يعني تنسيق دولي لا يستثني بالذات الغذاء والأسمدة من أي عقوبات ومن التصدير وفتح الطرق لها وما إلى ذلك ربما هذا السؤال يجب أن يتم توجيهه ليس لي بل إلا ديفكم في الولايات المطال الأمريكية بسبب أن روسيا مستعدة وجاهزة لإستمرار تصدير الحبوب والأسمد ولنكون صالحين مثلا هناك مصر مصر بين أهم المستهلكين للقامح الروسي والمصر هو أيضا الشريك الاستراتيجي حليف الاستراتيجي لروسيا في شرق الأوسط وفي شمال إفريقيا هل فعلا أحد يتصور بأن روسيا تريد وتصعى لإدرار مصر عن طريق قاطع هذه طرق التجارية التقليدية أنا لا يمكن أن أتفق مع هذا التصور في نفس الوقت ذكرتم مسألة الأقوبات الأقوبات قد سببت في ارتفاع سعر على حبوب القامح والأسمد ومواد الزراعية بشكل عام فنحن نعيش في يوم التجارة عندما أحد يدخل المخزن فلا أحد سيبيه أو سيُعط له خبز أو الحليب مجانا أو شيء آخر مجانا نحن نعيش في الأسواق المواد الزراعية وخبوب مثل الغاز مثل النافت مثل المعادن هي مواد التجارة بين دول ولكن يجب أن نرجع الأسباب ارتفاع أسعار حاليا في الأسواق العالمية أسوار المستويات غير المسبوقة الأسباب معروفة ليست ما يحصل في أوكرانيا بل قبل كل شيء هي العقوبات الأمريكية فردت على روسيا الأمريكية والغربية بشكل عام نعم نحن نسمع هذه الاتهامات تجاه روسيا من واشنطن سيدي نحن نسمع هذه الاتهامات سامعنا هذه الاتهامات من ديفكم في الولايات المتحدة الأمريكية بأن روسيا تقوم بالجرائم الحار بأن روسيا قامت بالعضوان نريد أن نفكر في الغذاء نريد أن نفكر في الطعام وفي السماد لأن العالم سيجوع القصة ليست قصة من الذي أطلق الرصاصة الأولى بنهاية هل يمكن تأمين رغيف الخبز إلى عائلة جائعة في أفغانستان أو الصومال أو سريلانكا اليوم أم لا سؤال بسيط جدا أعتقد صحيح فلذلك سيدي يجب أن ندرس الأسباب الحقيقية لإحتمالات المجاعة في العالم هي ليست العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بل تدعيات تلك العمليات العسكرية وعندما أتحدث عن التدعيات فأنا أقصد الأقوبات الأمريكية غير المدروسة تحت مصامة معاقبة روسيا تقييد القدرات الروسية أمريكا فاردت الأقوبات على عدة القطاعات الحيوية ليس فقط بالنسبة ولكنها تصر أنا قطاع الغذاء والأسمن هو البدور مستثنى مستثنى أندري سمح لي لو سمحت أن أذهب إلى ديفيد مجددا بسبب ضيق الوقت وريد أن أقول له الكلمة يعني شيئنا ما بين ديفيد أن تقول أن الأموال ممكن أن تذهب إلى الأوليغارشيا اللي يشتروا اليخوت وهذه الصورة طبعا التي يسويقها الغرب عن بوتين وجماعته ولكن عندما تجوح هذه العائلة التي نتحدث عنها في أفغانستان أو سريلانكا أو مصر أو أي أن كان المكان في العالم فإنها ستلقي باللائمة بالتوازي وبنفس القدر على روسيا كما على الغرب أو ربما حتى على أوكرانيا وإن كانت أوكرانيا دائما تبقى على الأقل في هذه الحالة في إطار دفاعها عن نفسها يعني الغرب ملوم ويتحمل المسؤولية ما لم ينجح على الأقل في إقناع روسيا بتوفير هذه المواد وتسهيل تصديرها من كلا طرفين أحاول تفسير ذلك وتسهيله على قدر الإمكان نعم سأقول ذلك بأكثر قدر من البساطة إن القمح والزيوت قد اختفت من الأسواق بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا ليس بسبب العقوبات إن هذه حقيقة لا يمكن إنكارها صديقي في روسيا لا يريد حتى أن يسمي الحرب حربا ولن أكون قاسيا عليه لأنه لا يعيش في دولة حرة وبالنسبة للأدوية والأسمدة والحبوب ليست ضمن العقوبات يمكنها الخروج خارج روسيا والدخول إلى روسيا ولكن إن الدفع هو الذي تريد روسيا التحول عنه إذا ذهبت في متجر وقلت أريد أن أدفع ثمن هذا الحليب هل يمكن لصاحب المتجر أن يقول لي لا فلتدفع لي الثمن بالمخدرات أو بالمواد الإباحية هذا ما تفعل روسيا ليس مخدرات ولا مواد إباحية أيضا ديفيد فقط أريد أن نتفاعل معك لأنني أريد أن نقل كلمة للدكتور فاضل ديفيد لو سمحت لي نعم يعني الغرب الذي تعلم أو علم العالم منطقة وين وين إذا شئت أن يكون الربح متبادلا لماذا هذه المرة يعجز أن يوفر ويطبق هذه المعادلة مع روسيا فيما يهم بطون الناس وفي شأن إنساني يرفع الديمقراطي ممثل في إدارة ديمقراطية اليوم في الولايات المتحدة رأيته دائما وبصوت عالي أيضا أسمح لي أرجع للنقطة الأساسية دكتور فاضل فقط أريد أن أنصت لديفيد ثم أعود إليك في آخر سورة هناك شيئين الأمر الأول إن روسيا هي المتسببة في ذلك بسبب حربها وبسبب منع صادراتها لأنها تصمم على الدفع بطرق ممنوعة أصلا فلتأخذ هذا في حسباننا الشيء الثاني لا تسمع لي فلتقوم أنت ببحثك إن الدول الغربية وتقودها في ذلك الولايات المتحدة دائما ما كانوا المانحين الأكبر للأمور الإنسانية في العالم كله وسنواصل ذلك حتى وإذا لو كانت مصر حتى عندما كانت مصر عدوانية بعض الشيء نحية الولايات المتحدة والعكس استمررنا في المنح الخاصة بهم حتى مع صدام حسين هذا أمر يعتمد على احتياجات الدول وسترى هذا بنفسك عندما تحدث الأمور على غير ما يرام سيكون المانح الأكبر وما يزال هو الدول الغربية وليست روسيا ولترى ذلك بنفسك ولكن روسيا تزعزع من استقرار الأسواق بحربها على أوكرانيا والأمر والأمر الثاني هي تحجب صادراتها كسلاح سياسي تكررت أكثر من مرة فقط العالم لا يريد منحا إنسانية يريد فتح الأسواق أو توفير السلع في الأسواق وأن يكون الجهد متبادلا بين الطرفين المتواجهين حتى لا يعاني من يتضرر هذه المواجهة دون أن يكون له كما يقال في العربية ناقة ولا جمل في هذه الحرب أنتونيو جوتراش دكتور فاضل قال إن صفقة شاملة ستمكن أوكرانيا من تصدير الغذاء ليس فقط بالقطار ولكن أيضا عبر البحر الأسود وستمكن روسيا من تصدير الأغذية والأسمدة إلى أسواق العالمية واشترط في ذلك حسن النية من الجميع هل يبدو ذلك ملامح خطة أم هو من الحديث العام الذي اعتدنا نسمعه من أمناء عام الأمم المتحدة بصراح يعني زي ما حكيت هي أمنية هي حديث سياسي أكثر منه فني إذا بتتحدث عن النواية فالنواية موجودة نواية بالحرب شغالين كمعض فشو النواية بتتحدث عنها لذلك أنا شخصيا لا أرى بأن ما تفضل به الأمين العام يتخطى كونه محاولة سياسية لجلبهم إلى طاولة المفاوضات بأي شكل من الأشكال ولكنها بما أن الإجابتك واضحة باختصار شديد حتى لا أخسر الوقت هل هناك بداء لهذه الدول التي ستعاني الآن الدول المتعاني لا بد لها من الحصول على الغذاء ببساطة الغذاء موجود إلى حد ما في السوق العالمي لأنه السوق العالمي قد نأخذ معلومة ينتج 800 مليون طن قمح ونستهلك 600 مليون يعني فيه فرق 200 مليون يتحمل الصدمات صدمات المناخ وصدمات أوكرانيا وحتى صدمات كورونا لكن ارتفاع الأسعار الهائل أدى إلى عدم قدرة هذه الدول حتى على التفكير بالتحاقد من أجل ذلك هذا واحد ارتفاع الأسعار حصل بفعل المضاربة باختصار بفعل المضاربة المضاربة من الدول الكبرى حتى مع توفر السلع لم يعد ممكن اشتراؤها وضحت الفكرة شكرا جزيلا لك دكتور فاضل الزعبي خبير الأمن الغذائي وسفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا اعتذر منك شخصيا بسبب ضيق الوقت واستنفاذنا في الحوار مع ديفيد ديروش أستاذ الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الوطنية الأمريكية للدفاع كان معنا من واشنطن وأندري أنتيكوف البحث السياسي كان معنا من موسكو أشكركم أيضا مشاهدين الكرام على متابعة حلقة اليوم من للخبر البقية إلى اللقاء اشتركوا في القناة